اشتركوا في القناة منذ نظر الاسلحة والنوعية الاسلحة التي تحجزت عندهم والكيميادية الاسلحة البيولوجية والاسلحة الكيموية كذلك الخصوصية الثانية هو استقطاب قاسر من اجل القيام بعملية انتحارية عن طريق سيارة مفخخة والتي تم التدريب دياله عليها وكذلك احد الخلية كانت وصلت للمراحل متقدمة وكانت ستقوم بعملية ارهابية اليوم سنحدثوا في الاستجوابات التي سنفعلها وكذلك تبين من خلال الالقاء القبض اليوم على ان بينهم عنصر فرنسي لذلك هنا شوية الانسان غادي يتفاجأ على ان عنصر فرنسي اسلم مستقر في المغرب منذ السنة كذلك من خصوصية دبا دياله العملية هو ان الاسلحة التي تم الحجزها تم ادخلها من ليبيا وبين الاسلحة التي تحجزت كيف ما شفتوا هناك موسدس فيها القادسية هذا يعني على ان في كرس ما قلناه سابقا على ان الدولة الاسلامية وضعت رجلها في ليبيا لانه هذا السلح جام ليبيا وفيه سلح مصنوع في العراق الابحاث التي نقوم بها نحن هنا في المكتب المركزي للابحاث القضائية والليبيين تورط عناصر من ما يسمى بالبوليزاريو في أفعال إرهابية والأفعال ديالي تيدنابينغ والأفعال ديالي ترافيك ديالي سيبابيون دونك داعش بالنسبة لها هذي رأى فرصة تارية بالنسبة لهم فرصة ثانية لأنهم يقربوا لعند نقل ستوا على انهم كتعرفوا على ان المغرب كان دائما معادلة صعبة بالنسبة لهم ومق ولا بقات هذيك المنطقة ديالة تندوف فيها ناس رأى دائما سيشكلوا خطرا المشير على المغرب رأى سيشكلوا في الدرجة اللولى خطر على الجزائر لأن كيف ما كتعرفوا ديجار عندهم هما قاعدة في البلاد المغرب الإسلامي تنشطوا في الجنوب نبا كونترولي بار لارمي ألجيريو دي بتقارير دولية بالإضافة إلى بوكو حرام واتشاد ومالي يعني هذو كلهم رأى أزيد إلى دبا هدش الواقع في ليبيا فإذن رأى أظن على أن يجب الرجوع إلى الرشد والتعاون في مجال ديال محاربة الإرهاب لمصلحة المغرب العربي بصفة عامة ترجمة نانسي قنقر